بسم الله الرحمن الرحيم طائر يقتل حتى في الحرم إنه طائر غريب أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقتله ولكن لماذا؟ باحثون في جامعة سيدني الأسترالية وجدوا شيئا غريبا أن طائر الحدأة بكسر الحاء يتعمد إشعال الحرائق في الغابات بطريقة احترافية فهو يستخدم منقاره ومخالبه حتى إنه يحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه من الطيور من نفس الجنس هذه الظاهرة أدهشت العلماء فقد بدأوا يتساءلون كيف تتمكن هذه الطيور من إشعال هذه الحرائق ونشرها لأوسع نطاق ممكن من الذي علمها ذلك؟ لقد أشارت نتائج البحث الذي نشر في مجلة إثنو بيولوجي في كانون الثاني 2018 إلى أن هذه الطيور المؤذية تنشر الحرائق لتوسع مناطق صيدها وتستخدم تقنيات عالية في ذلك حتى إن السكان المحليين في أستراليا يعرفون ذلك منذ زمن طويل طبعا هذه الطيور تعتبر ضارة للإنسان ويجب التخلص منها لدرء شرها طبعا هذا التحذير أيها الأحبة يطلقه العلماء في القرن الحادي والعشرين ولكن قبل أربعة عشر قرنا أي في القرن السابع الميلادي نبينا عليه الصلاة والسلام أطلق هذا التحذير بل أمر بقتلها وحذر من شرها حتى لو وجدت في الحرم حيث يحرم الصيد وقتل الحيوانات سبحان الله يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم والله أيها الأحبة إن هذا الحديث لا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتكلم شيئا عبثا ولم يأمر بشيء إلا وفيه حكمة عظيمة وهذا يدل على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لمصلحة البشر والنبات وحتى الطيور والحيوانات لأنه رحيم بالعالمين هذا البحث يشهد بأنه رسول الله فالله تبارك وتعالى قال في حق هذا النبي الكريم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلم